طيب والتقوى لها غاية أيضاً ولها هدف عارفين أنا وجدت إذا كانت التقوى ودي كانت بالنسبة لي عايز أقول مفاجأة صراحة إذا كانت التقوى هي الهدف من العبادات فإن الهدف من التقوى هو الشكر ألف لام شين كاف راء الشكر شكر أما ليه شوف القرآن لما تكلم عن الصيام وألي أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبليكم لعلكم تتقون في أواخر الكلام عن شهر رمضان والصيام قبل ما يتكلم عن الليل سورة البقرة قال جل جلاله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ها ولتكملوا العدات ولتكبروا الله على ما هداكم طب الهدف إيه بقى من رمضان والصيام والهدف من التقوى إيه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لفت نظر جدا قول الحق جل جلاله ولعلكم تشكرون يعني زكانة التقوى هي الهدف من الصيام والعبادة في رمضان فإن الهدف من التقوى لعلكم تشكرون طب تأخذ آية أوضح كمان أشد صراحة خد الآية دي كمان في سورة الله الأنفال قال تعالى سورة قال عمران قال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِرٍ ركزوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهُ شوف اللي جاية بقى اللي بعدها ايه؟ كمالت الآية فاتقوا الله ليه؟ لعلكم تشكرون يعني الغاية من التقوى والشكر أيها اسمع الآية كده وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عايز حضرتك وحضرتك تركز قوي في السطر ده فاتقوا الله جميل ده أمره الهدف منه ايه بقى التقوى؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون يعني الغاية من التقوى هو الشكر ولفت نظر جدا في القرآن لما عملت بحسي بقى عن الشكر في القرآن وهنتكلم عن القصص الحق هنتكلم عن قمم الشاكرين في القرآن بس تعالى النهاردة نفرش كده بداية عن الشكر عشان أعرف حضرتكم وعرف نفسي قبليكم قيمة الشكر الشكر قيمة الشكر مرتبة عالية الشكر هو الهدف الأعلى من كل العبادات وعلشان كده إبليس فهم الموضوع ده وخذ باله من النقطة دي قوت إبليس أما ليه؟ شوف إبليس في صورة الأعراف يقول إيه؟ قال فبما أغويتني إبليس اللي بيقول هو الأول إبليس لما قال يعني أخرج منها مذؤوما مدحورة فإبليس قال له قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ركز في الآية اللي جادي بقى ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هجلهم من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال مش هعتأهم ليه يا إبليس إيه المطلوب إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين الموضوع اللي بيشتغل عليه إبليس هو أن لا نصل إلى مرتبة الشاكرين أنا عايز أقولي الآيات دي تاني اسمع كده الآيات وتزوقها بالمذاق الجديد في الحلقة دي عشان هنوقف معها اسمع كده إبليس قال له إيه؟ الله الله قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إبليس ما قالش ولا تجد أكثرهم مصلين ولا ما قالش ولا تجد أكثرهم قائمين ولا قانتين لا شاكرين لأن الشكر من أعلى المرات